تعيش اليمن أجواء أمنية متوترة حيث أسفرت اشتباكات عنيفة باليمن بين الحوثيين وتجمع من قبائل حاشد عن قتل ما لا يقل عن ستين شخصا في محافظة عمران شمال اليمن ويأتي ذلك بتزامن مع مصرع خمسة عشر جنديا في هجوم مسلح على مركز للجيش في حضر موت ومطالبات المعارضة في صنعاء بإسقاط الحكومة تصاعدت أعمال العنف في اليمن وقتل ما لا يقل عن ستين شخصا في معارك عنيفة دارت في محافظة عمران شمال اليمن بين الحوثيين وتجمع من قبائل حاشد بالتزامن مع مصرع خمسة عشر جنديا في هجوم مسلح على مركز للجيش في حضر موت ودارت المعارك في المنطقة الاستراتيجية التي تعتبر مدخلا للسيطرة على شمال البلاد وتزامنت مع مفاوضات مقرر انطلاقها غدا الأحد لوقف اطلاق النار بين الجانبين وزعم الجانبين تحقيق مكاسب على الطرف الآخر فقد أعلنت قبائل حاشد عن السيطرة على مواقع عديدة من قبضة الحوثيين في خيوان ودنان وهي ما نفاها الجانب الآخر وقال متحدث باسم الحوثيين ان مقاتليهم يحققون مكسبا على ارض المعارك وعلى صعيد موازن لقي 15 جنديا يمنيا مصرعهم في هجوم شنه مسلحون على نقطة عسكرية بمحافظة حضر موت في هجوم لم تعلن اي جات مسؤوليته عنه من جات أخرى أصيب ثلاثة محتجين إثر قيام قوات الأمن بإطلاق نار لتفريق مسيرة خرجت في أحد شوارع صنعاء للمطالبة بإسقاط الحكومة ونظم عدد من المتظاهرين مسيرة دعت إليها ما تسمى بجبهة الإنقاذ الشعبية والتي تعتبر حركة شبابية معارضة لإسقاط حكومة الوفاق الوطنية برئاسة محمد سالم بسندوى إلى ذلك أكد شيخ سالم ناصر المرقشي شيخ قبيلة آل عباد المراكشة بأبين أكد أن قبائل الجنوب من حضر موت وأحور وأبين وبتيس والضالع قد أمهلت الحكومة 12 ساعة فقط لإيجاد حل بشأن قضية أعدام السجين أحمد عمر المرقشي الذي أدين بقضية قتله وعلى وقع أعمال العنف أيضا فجر رجال قبائل مسلحون قطى الأنابيب الرئيسي في اليمن ما أوقف تدفق النفط الخام إلى ميناء التصدير بعد أقل من شهر على إصلاحه ووقع الهجوم في منطقة سرواح بمحافظة مأرب المنتجة للنفط وتسبب في حريق ضخم أدى إلى إغلاق خط الأنابيب الرئيسي وتوقف تدفق النفط من حقول مأرب إلى ميناء رأس عيسى النفطية على البحر الأحمر